موسيقى دي اناي مصال خير الويك اند كان حافل بالاخبار وبالتطورات المهمة الاخبار الابرز كان من بينات الخبر التالي عادت الغارات الاسرائيلية الجوية مرة جديدة لتستهدف مواقع عسكرية لقوات النظام وحزب الله في منطقة القلمون السورية الغارة الاولى وقعت ليلة جمعة عندما استهدفت اسرائيل مخازن صواريخ استراتيجية بينها صواريخ سكود بعيدة المدى بحسب مصادر عسكرية الغارة ذاتها استهدفت ايضا اللواء 155 واللواء 65 المسؤولين عن مخازن الاسلحة بعيدة المدى وعن عملية اطلاقها هذه الغارة جاءت عقب غارتين اخرين ليلة الاربعاء قصفت قافلة اسلحة في القلمون قتل الجيش الاسرائيلي مسائل احد اربعة اشخاص كانوا يحاولون زرع متفجرات قرب مجد الشمس في الجولان وقد اكد الجيش الاسرائيلي في بيان وقوع الحادث كل 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 الاعلام كان مشغول بمتابعة هالخبر بمتابعة تداعياته بمتابعة خطورته من المصادر المهمة اللي الواحد بتابعها بهيك مناسبة بهيك اخبار هو اعلام المقاومة لانه ده تاخد الصورة من الطرفين ده تشوف شو الموقف شو الخطوات المحتملة كيف ارينا كيف شايفينا بتخطي عينك على اعلام المقاومة شهر على العدوان الجيش اليمنية تحدى الغارات والشيخ قاسم السعودية اعتدت ضبط مصنع للمتفجرات في البقاع لغوط المستقبل تخرج الغزال مبيدات لتكريس المنطقة العازلة في غزة زلزال مدمر يضرب النبال وجوارها روبوتات السومو في الضاحية الجنوبية العدوان السعودي الامريكي على اليمن مزيد من الضحايا المدنيين وتقدم للجيش واللجان الشعبية في مأرب الشيخ قاسم السعودية فقدت ادواتها في اليمن من لبنان الى الكويت ملاحقة الرافضين للعدوان عبد الرحمن حوري سأبيع اولادي كاميرا المنار في مخيم اليارموك شهيداني في الضفة ومواجهات مع الاحتلال هول من هيدا الويكيند؟ هول عنوين هيدا الويكيند؟ غارات على منصات صواريخ خبر استهداف مجموعة ما في ولا اشارة؟ المجموعة طلع تعمل عملية ما في ولا اشارة؟ يبدو انه كان في غارة كمان قبل الغارة طبعية يوم الجمعة قبل الاولانية ولا خبر ولا حرف من يوم السبت على المنار ولا حرف للمنار وللإعلام السوري ولا اشارة ما معقوب غريبة كتير هالقصة إلا اذا محور المقاومة ما معه خبر بالضربات ملهي باليمن ناسي سورية هلا مركزة مفوكس على اليمن وإلا ليه ما فهمت؟ أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمرضة الثانية خلال يومين على مناطق في الجولان السوري المحتل وسط انباء عن سقوط ضحايا أغارت طائرات حربية إسرائيلية على الماضية على منصات للصواريخ التابعة كما تقول وسائلان الإسرائيلية للنظام السوري ولحزب الله في جبال القلمون طبل ذلك أيضا كان هناك غارة لطائرة من دون طيار استهدفت مجموعة من المسلحين حسب ما قالت المصادر العسكرية الإسرائيلية أفد مراسل الميدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوجود غارات قرب الحدود مع سوريا وكانت مصادر في الجيش الاحتلال قالت أن طائرات الحربية استهدفت بغارة أربعة أشخاص من قرب سياج الفاصل في الجولان المحتل طيب خبروا المنار خبروا الإعلام السوري لك يا حبيبي نسقوا بين بعض المنار ما عرفوا يبدوا بالغارات ولا التلفزيون السوري ما معقول خبرون قلونهم في شي عم بيصير بعرف هلأ الفوكس اليمن بس أنه مشيح مو ظهرون يعني للشباب ولو لك يا رات بس التلفزيون السوري المؤسسة السياسية بسوريا ما معها خبر بالموضوع وإذا كان لدى السفير السعودي فعلا صلاحية أن يهدد بلادي بما قال فإنني أضعه أمام الامتحان أمامكم جميعا فلترن السعودية ماذا تستطيع أن تفعل ضد بلادي وعندها سنقطع اليد التي ستمتد إلى سوريا وسنعاقب السعودية بما تستحق هيدا الحديث قبل ساعات من الغارات الإسرائيلية التانية إذا افترضنا أنه الأربعة صار في غارات على سوريا بس تعالوا ما نفطرد في غارات الأربعة قبل ساعات من الغارات الإسرائيلية طلع الجعفري طلع يد إسرائيل حبيبة أو هيدا نيران صديقة ما بتطلب قطع أيدي لنالكن الشباب ما بقى فيه على جدول أعمالهم إسرائيل هلأ كل التركيز على العدو الصهيوني السعودي الغاشن آل سعود مستمر بشن غاراته على المدن اليمنية لم تحد منه محاولات الطائرات السعودية تبديل المعادلات طيران التحالف السعودي أغارع على محيط القصر الرئاسي في عدن يستمر نظام آل سعود بشن غاراته على المدن اليمنية لم تتوقف الغارات السعودية على اليمن فاستمرت الغارات التي تستهدف المدنيين لم تترك الطائرات السعودية شنت الطائرات السعودية غارات جديدة على المحافظات اليمنية بيعرفوا تفاصيل التفاصيل باليمن بيعرفوا وين عم توقع الصوريخ صاروخ صاروخ يعني مش بعيدة بكرة مثلا بنشرة أخبار وقد أصيبت تاني بناية بعد الفرن على الشمال الطابق الرابع وسقط مدنيان أحدهما هوايته جمع الطوابع بيعرفوا هوايات الأتلى بالأصف السعودي باليمن بس ما معهم خبر أبدا 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 بالأصف الإسرائيلي بسوريا ما معهم خبر أكتر من هيك المحللين السوريين هنوا قاعدين بالشام بيعرفوا شو صاير بالغرف المغلقة بغير دولة حتى الآن بإحدى وكالات الأنباء عندما تحدثت بلقاء الملك السعودي سلمان مع سعد الحريري ماذا كان الطلب الذي طلب من سعد الحريري تحضير لبنان لبداية اشتعال ليكون ساحة أيضا للضغط على سوريا من جهة وعلى حزب الله من جهة أخرى يعني خود هزبون وسكر رويترز ما معه خبر ومحلل بدمشق بالكاد عنده كهرباء وإنترنت معه خبر بتفاصيل الاجتماع معه خبر بتفاصيل الحكي اللي دار بين الملك سلمان والرئيس الحريري بس ما سامع بالغارات على بالغارات الإسرائيلية على مواقع صواريخ لحزب الله ومجموعات كانت أبدا ما معه خبر فيه غارة صاري وفيه مجموعة مفترة تطلع تعمل رد ما معه خبر فيه من هون بس بتعرف شو عم بيصير بالسعودية عسيرة التحضير لرد بخصوص الردود شو خبرونا الشباب بآخر عمليات صاري أنا اليوم بعد عملية شهداء الإنيطرة ورد في مزايا شبعة أريد أن يكون واضحا نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان لم تعد تعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك أنا لا أعترف نحن لا نعترف بقواعد اشتباك تهل ولم نعد نعترف بتفكيك الساحات والميادين واضح؟ أنا باعتبر أول الإنجازات لدماء الشهداء وأول الاعتراف الإسرائيلي بقيمة المقاومة وقدرة المقاومة وجهوزية المقاومة أنه من يوم الأحد ليوم الأربعة إسرائيل واقفي على إجر ونص تنتظير حزب الله في لبنان ولو من بيني واللي واقف على إجر ونص وبعد ما شك الحكومة وبيضرب بكل أرياحية بسوريا وإعلام المقاومة بيتجنب يجيب سيرة الخبر مين بيكون واقف على إجر ونص أو بيكون واقف على نص إجر يعني كيف بتكون تغيرت قواعد اللعبة بعدها هي بزاتها هجوم استراتيجي لإسرائيل على حزب الله والحزب بيبعت أنجري فيز على الواتس أب عبوة من قريبه وصاروخ عدورية أنجري فيز مثل آخر مرة صاري بعدين بيان رقم واحد طيب بيان رقم اتنين وينه إذا الجبهة صارت وحدة يعني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كأنها صارت بلبنان وعمقول الرد هو عبارة عن أنجري فيز بالمقارنة مع حجم الضربات اللي صارت مش عم بقلل من حجم الردود النادرة لحزب الله بس لأنه أنتو خبرتونا غير شي أنتو خبرتونا أنه الردود رح تكون أكتر بكتير من مجرد أنجري فيز وردود رمزية أنتو خبرتونا مش أنا عمقول هذا طبعا مش أني أنا أدخل فيه لأنه صار من خصوصيات تريدني أن أنكفأ؟ أنا لا إذا بدك تأتد من جديد أنا أعطيت الأوامر لقواتي أن تردون العودة إليه من يجوء أن يفعل هذا اليوم في العالم العربي؟ وهل يكفي ما سرب عن مصدر رفيع أن الصواريخ وجهت إلى العدو الإسرائيلي وأن أي اعتداء سيقابل بالرد دون الرجوع إلى القيادة؟ نحن وبلغنا لكل الجهات التي تصلت معنا العربية والأجنبية وأغلبها أجنبية بأننا سنرد في المرة القادمة ويني الصواريخ؟ أين الصواريخ اللي صارت موجهة وجهزت وأخذت الإجراءات فيها؟ وين صارت؟ لطولنا في صواريخ مش عبوة عسياج تنحط بالبرية بوف وصنا منصور الدخانات ومنبيعهم أنه هن عملية كبرى طب هاي الصواريخ وين؟ هاي الصواريخ مفروض أنه وجهت وحضرت ونعطى خبر للأوروبيين من سنتين من أيار 2013 ليه ما في ردود بحجم الردود اللي حكيتوا عنا من سنتين؟ شو السبب؟ ليه هتتسامح مع الضربات الإسرائيلية؟ ليه هتتطنيش؟ بالأمس كان فيه إعلان عن قصف طائرات سهيونية بالقلمون وبالأمس أيضا أعلن عن قصف طائرات إسرائيلية بالجولان برأيك يعني هي محدودة يما فيه شي عم ينرسم؟ أعتقد هذا جزء من كل المشهد اليوم أعتقد هذا عم بيصير بالتنصيق مع الإسرائيليين ومع السعوديين والأتراك بمعنى إرباك حلفاء سوريا وسوريا وحلفاء محاولة دخول على المشهد السوري محاولة تشتيت انتباه سوريا وحلفاء في سوريا ضل عاملين لهم إشغال وعملين لهم إرباك لا إذا هيك أهم شي ما يتشتت انتباه سوريا وحلفاء عن دبح الشعب السوري الدبح بده مزاج ريء بده تركيز بده أعصاب باردة عم تتبح شعب ما بيصير تتشتتوا بغارات إسرائيلية لازم تحاط سوريا بمكبرات صوت كونية تبس موسيقى كلاسيكية سيمفونيات لاؤنج ميوزيك لتستمر مع حلفاء من دون تشتيت بدبح الشعب السوري يا حبيبي إذا إسرائيل عم تلهي النظام عن الاستمرار بالمجزرة بحق السوريين لازم تطلع مظاهرات تأييد لإسرائيل بالعالم العربي مهضوم قال لك الغارات اللي عم تضرب أهداف استراتيجية لحزب الله والسوريين هي مناورات لإلهاءنا لا ما قلت له يا حبيبي كمل 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 على السوريين المعطرين بس ما ممكن تمرق الأمور هيك ما ممكن يكون فيه يعني إلا ما يكون فيه رد سوري بالنتيجة اللي عم بيسير من قبل إسرائيل هذه سورية الأسد يا جماعة قلب العروب النابض ما بتقطع هيك مسألة أكيد فيه رد هي أرضنا لو سألت كل حبة تراب فيها من أنت لقالت أنا سورية الهوى والوجه واليد واللسان جسر الشغور أرضنا والغاب أرضنا وكل متر مربع من سوريا دونه الروح ترخص ولنا في أرضنا عرضنا وكرمتنا وإباؤنا ودماء شهدائنا نقول ذلك ونحن أبناء الجمهورية العربية السورية لم ننحن يوما ولن نفعد هذه مؤدمة بتتلحن تنعمل نشيد ويستمر النثر الرديء وزجليات الصمود وخطابات الصحفيين الجدد في ملء الهوى وأكل الهوى وتصبحوا على خير اشتركوا في القناة